المؤسسة الاجتماعية الأولى والأساسية التي خلقها الله ولهذا السبب فالأسرة السليمة هي اللبنة الأساسية لبناء الأمم الحرة والعادلة والمستهرة فالدروس الأولى عن الفضيلة وحكم الذات وضبطها يتم تدريسها ووضع نموذج لها في البيت إن أساس بناء الأسرة السليمة هو عهد الزواج لمدى الحياة الذي يقطعه رجل وامرأة أمام خالقهما لقد صنع الله الزواج وعلى هذا فهو مؤسسه ومقدسه يقوم فيه الزوج بالقيادة والخدمة المضحية ويعمل على توفير الحماية وكل ما يلزم لأهل بيته والزوجة تساند زوجها وتطعم أطفالها بكل تضحية فضلا عن أنها تساعد في خلق جو من المحبة والأمان في البيت ويتحمل الأهل المسئولية الأولى والأساسية في تعليم أبنائهم وهدفهم هو بناء إنسان فاضل يتمتع بالذكاء والقدرة على حكم ذاته ويتحلى بالأخلاقيات اللازمة ليتحكم في نفسه وبالمعرفة وبالمهار اللازمة ليتعامل مع العالم حوله ويتحكم فيه فالأمم الصحيحة لا يمكن أن تولد أو تستمر بدون مواطنين ذوي فضيلة وحكمة الجهل يؤدي إلى الفساد والعبودية ثقافة الموت بينما تؤدي الحكمة والفضيلة إلى العدل والحرية وثقافة الحياة فالأمم الحرة والعادلة والمزدهرة تحترم وتحمي وتحافظ على المؤسسة الأساسية للزواج والأسرة كما تقدر وتهتم بتعليم مواطنيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر